هاني حاب يعمل خير هو امراته فقرروا يتبرعوا لجمعية انقاذ حياة طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض 10,000 عملية قلب 8,000 عملية مخ وأعصاب 2500 حوادس طرق وعناها مركزة 2000 حالة اورام 1500 جهاز طبي للفكراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخير ده انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجحون شارك معانا ولو بالقليل بنك مصر فرع إزيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله هي بدايتنا وعلى الإله الكريم تكننا واعتمدنا مهمتنا الأولى هي الإنسان ونشر بذور الحياة في أربع مصرنا هو العنوان حلقتنا النهاردة مش عادية ده شيء أكيد لأنها حلقة استثنائية عن قلوب رحيمة أكيد هنتكلم بيتمد أيديها لكل إنسان بيتألم يا ابن بلد الأصيل تعالى الحق وشارك مسيرة طيبة وفي كل خطاها الإله هيبارك كن إيجابي الطريق واضح لا تتحيروا إن الله لا يغيروا ما بقوم حتى يتغيروا هو اللي أمرنا وآله أعملوا في الله عن سواعد الجد شمروا لا تكسلوا حياتي وحياتك في طريقها للنجاح وهي دي رسالة جمعية إنقاذ حياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهد الكرام النهاردة حالة استثنائية زي ما قلنا في المقدمة حالة استثنائية الدكتورة النهاردة تركت مقعد المزيع واختارت مقعد الضيف ليه يا ترى؟ والله بعد سلسلة من الحلقات اللي احنا شفناها الفطرة اللي فاتت كنا حابين نحط نوع من الفريم إيشنا بنعمل إيه؟ تمام وهدفنا إيه؟ والحالات اللي احنا مرهينا بيها حالات صعبة ما اعتقدش إن ممكن أي حد أو أي كيان رسمي أو أي مجتمع مدني يقدر يتصدلها بسهولة تمام فكنا حابين نعمل إيه بقى؟ ناخد نفس أيوة احنا بنعمل إيه؟ وبنرحل مشاكل ديك تحلت إزاي؟ وإزاي بفضل الله بفضل الله اللي كان المفروض مستحيل ما بقاش مستحيل بربنا وأنا دايما مؤمنة إن ما فيش حاجة صعبة بربنا ما فيش حاجة اسمها مستحيل بعد الاستعانة بالله ما فيش حاجة صعبة بربنا ولا؟ على ربنا تعقبت هلي قبل الله لا ما فيش حاجة صعبة بربنا ما فيش مستحيل طول ما أنا بستعين بالله وبسعب الله المستعان آه الله المستعان طيب هدف الحلقة النهاردة يعني بعد النجاح الكبير اللي حققتيه في الجامعية ايه هدف حلقة النهاردة؟ هو أنا مقدرش أقول نجاح كبير لأ أنا بالنسبة للنجاح كبير يعني أنا أنا أقدر أقول إن إحنا بقدر الإمكان يا مروان بنحاول نحط الأسرة المصرية على طريق معين اللي هو إيه؟ إزاي نربي صح نفسيا؟ تمام إزاي لو قبلتني مشكلة صحية الناس كلها شايفة أنها هي ملعاش حد لأ إحنا نقدر نتخطها بأقل بالفعل الماديات وبأعلى الإمكانيات أنا دايما كده بقول إيه؟ إن الهدف من عندنا إن أنا بدي خدمة طبية عالية الجودة لغير القادر زي اللي بياخدها القادر بالضبط ودي أهم حاجة وده فعلا بفضل الله بفضل الله يعني إحنا بننفزه وده بربنا ودايما بقول دوام السعي يوجي بحتمية الوصول دوام السعي؟ يوجي بحتمية الوصول تمام خبط على الباب خبط على الباب حيفتتح زي وزي الدعاء تمام يعني أفتكر من الحلقات اللي إحنا قدمناها الفترة اللي فاتت حلقة سجود بالضبط سجود تصدي للإحمال الطبي داخل المستشفيات بالضبط العامة تمام وخلي بالكل إحمال ممكن يتصل في العام والخاص بفضل وأنا هقول لك مفاجأة أنا من الناس اللي مؤمنة إن ما فيش طب في مصر كمان آه آه يعني أنا لما بحب أشخص لازم أروح لواحد واثنين وثلاثة واربعة خلاص تمام ولما شوف فورتقول لازم أتشيك عليه واشيك عليه واتطمد من واحد واثنين وثلاثة واربعة تمام ولازم الناس كلها تعمل كده تمام خلينا نواجه الحقيقة خلاص إحنا عندنا اجتهدات كتير عندنا كوادر كويسة بس ما عندناش البيئة اللي تساعدك إن أنت تدي أعلى نتائج بالتالي أنا بدأ زي ما بعمل مع حد من قالي لو أمي تعبانة أو أبويا تعبان أو أخوات هروح لواحد واثنين وثلاثة لو أنا تعبانة هروح لواحد واثنين وثلاثة تمام فده ممكن يكون إن ده بفضل الله بيدينا فكرة إيه الخدمة عليها الجودة والفعالة يعني حلقة سجود أنا عايز أفكر حق السادة المشاهدين بسجود الطفلة اللي هي كان عندها سقوط في القدم صح دكتور؟ بالذب كان عندها سقوط في القدم سجود أنا شفتها قبل الحلقة وفي أثناء الحلقة وبعد الحلقة إيه اللي حصل مع سجود؟ سجود لما جات لي من حوالي سنة سنة ونص ما كانش مشكلتهم مادية على قد ما كانت مشكلتهم الناس كلها بتقول إن البنت دي عشان برضو الناس تفتكر البنت كانت دخلت مستشفى الطلبة تعمل عملية الزايدة عطت خدت حقنة مسكنة الحقنة دي لمست العصب فحصل سجود أنا أسمع عرق النسا مش يعني طبياً أنا ما قدرتش أسميه الدكتورة كان أنا فاكل أنا مش فاكل ولكن دكتورة عزة قالت عرق النسا دكتورة عزة سبب سقوط في القدم فكل الدكاترة في الفترة دي طبعاً الست راح تشتكت وعملت وخلت وساوت ولا أي حاجة تمام وكل الدكاترة في الفترة دي قالوا خلاص دي طفلة معاقة تمام أنا ما بقمينش بالكلام ده حتى ما قلت كمان كده في الحلقة طفلة دخلت المستشفى على رجلها طلقت كفلة معاقة وقالوا إن ما ملهاش حل ملهاش حل فعلاً وأنا ما قمينش بالكلام ده بقى تمام أنا أعمل إيه؟ أنا أعمل اللي عليا وعرض على واحد واثنين وتلاتة وده اللي حصل إحنا لفنا بيها على دكاترة تقريباً إسكندرية كلها تعلموها الأعصاب تمام وابتدينا والله في حد عمل قال لك إحنا ممكن نعمل عملية الفلانية عملناها والبنت جبست ولكن عملنا عملية تانية وبعد سنة على هذا المنوال عمليات وجبس والدكتور الفلاني في الحتة الفلانية كويس طب خلاص نروح له والدكتور اللي لناني في الحتة دي كويس طب يعني غيرنا دكاترة على حسب الجزء إحنا إيه؟ دوام الساعة يوجب حتمية الوصول بالضبط إنت من فترة كنت عندي من حوالي شهر كده بالضبط شفت سجود سجود إيه؟ بسم الله ومشاء الله بتمشي على رجلها بتمشي بتمشي على رجلها أنا مكلم في طفلة خمس سنين بعد ما كانت معاقرة الحمد لله بفضل الله أولاً وثم بفضل جهود الجمعية بتمشي على رجلها الساعة مكلمش ماخدناش رأي واحد قال لك لأ ما ينفعش ماخدناش رأي وماخدناش رأي يعني مامشيناش رأي كمان يعني أنا جالي في القصة دي دكتور قال لي لأ تمشي بس أنا عايز 25 ألف العملية الأولى ما ما سمعتش كلامه معنا برضو مش إيه؟ مش أي حاجة مش أي حاجة بالضبط ما يجيش كذا رأي يقول لي لأ خلي بالك دي صعبة وأول حد دق وفعلاً ما كانش كواليفايت بالضبط ما كانش يعني ومش هو اللي عمل اللي عملية ولا اتدخل بعد كده يعني مش كان عاملها صح لأ مش كواليفايت يعني لأ هي بيزنس كان من نسباله فلوس وبمني الأم لأن الأم عايزة بنتها تمشي فده دورنا تمام فكرة إيه؟ تعالى الحلقة بتاعت سلمة والجليان باري شالر رخو حاد ما تلحقتش بنت دي قعدت ترى تشور في العناية العلاج كلف من 200 ل300 تقريباً البنت بتتعالج من 2016 توقيتها كانت تاخد IVIG توقيتها خلاص يعني في توقيت ما كانت في المستقبل شوش بعد كده سلمة تعالجت من 2016 ل2020 وبتاخد جلساتها لك طبيعي كنت بتتعامل مع طفلة عندها ست سبع سنين ما بتتحركش خالص حتى رقبتها بالضبط وكل الناس برضو كانت مجمعها إيه؟ على فكرة من الشيء برضو يعني الشيء بالشيء يوذكر أنا حالة سلمة والله شفتها بالفعل شفتها في الجامعية يعني بروح الجامعية كتير عند الدكتورة شفت حالة سلمة لا بس دي شفتها بعد ما عملت أو بعد ما خرجت من المستقبل يعني هي تعالجت في 2016 بالضبط تمام النهاردة هي كل مشكلتها إنها فيها شطلة بسيطة في الرجل طبعا بفضل الله بفضل الله إنجاز إنت عارف اللي هو إيه؟ نقطة الانقلاب من النحي اللي هو ما فيش خالص لا يا نحنا نقطة تحول نسعى نسأل إحنا عندنا مشكلة ممكن يكون معايا بس أنا مش عارفة أمشي إزاي شفت حالات كتير للأسف ما بتتلحقش لأنها بروح لحد غلط تمام أنا بنتي بفضل الله بعض ربنا سبحانه وتعالى ممكن بركة الغلابة اللي خليها تعدي إن الواحد بيعرف يسأل ويروح ويعمل ويخلي ويسأل فأنت بتتعامل معه إحنا في الجامعية بنتعامل مع الحالات التقيلة اللي ممكن البني آدم يمدي إيده مش يمدي إيده يعني يشحط لا كمان ممكن يسرق كمان أنا شفت دوت أيام ما كنت متطوع في الشض أنا مكتش بدايتي جامعية إنقاص حياة طفل أنا أيوة هنا بقى قديني باختصار بداية بداية الجامعية أو بداية حضرتك في العمل عمل الخلق أو عمل التطوية بص أنا ابتديت كان عندي أزمة شخصية في شغلي يمكن مريت بدروب كده إن أنا كنت عاملة ماجستير والفجأة لقيت الداتة مش موجودة معي وأنت ملكيش حاجة وطبعا اتعقدت واتخنقت واعتزلت للدنيا شوية طبعا روح فين بقى أنا بقى مش عايزة العالم الخارجي الوحش فروحت اتطوعت في كام جامعية كده المهم اتشدت للطبي أنا كنت في البداية في السم والبق بعد كده اتشدت للطبي بس اعتقد بحكم شغلك لأن أنا شفت واحد بنته تعبانة كان جاي يسأل على العلاج وملأهوش ونزل يدي على الناس في المستشفى الشطبي لأ في أحد الجامعية لسه لسه الشطبي الشطبي دي بعد كده بعد كده روحت لأيام مشكلة الشطبي بقى وكان هددها وكلام زي ده كانت أياميها لجنة هدم مستشفى الشطبي كانت أياميها لجنة الإغاثة في انقبط الأطباء فتح باب التطوع عشان نحاول نعمل امدادات للمستشفى عشان نحسن الخدمة الطبية لأنه كان ممنوع على المستشفى التوئيد ده حاجات كتير وبفضل الله بفضل الله قدرنا برضه نعمل حاجة يعني كانت الأشعات الأدواء اللي احنا مش لقينا أنا عايز بالتفصيل في الفترة دي يعني ايه الحاجات اللي انت عملتيها أو الانجازات اللي انت عملتيها أنا ما عملتش انجازات أنا مش بعمل حاجة على فكرة كل بتاع ربنا هو ربنا هاي الانجازات التي تنعمل السعي السعي هو انت مش بتعمل حاجة يعني احنا الحمل علينا على فكرة تقيل الحالات الطبية بتسحب ماديا كتير جدا يعني احنا في شهر 12 هنرجع يعني ما نعدي رقم يعني احصائيات شهر 12 ده أنا عايزه لوحده لأنه فيه حصل مجهود كبير في شهر 12 وانجاز كبير أيضا لا سيبه لوحده بس أنا بتكلم في حاجة معينة الأول نتكلم البدايات ما أنا قلت احنا أنا ابتديت تشدني الطبي لأنه الراجل ده كان بابا البنت دي كان صاحب مصنع وباع كل اللي وراه اللي قدامه عشان يعالج بنته صاحب مصنع باع مصنع وراح للجامعات وده دي أحد أسباب برضو الحلقة النهاردة جماعة احنا ممكن نعمل عملية الدعامة اللي بتتكلف مثلا بتاعت القلب 40 ألف وده دعوة لكل الناس اللي هي متوسطة اللي هي ما تقدرش تتحمل رقم زي ده دلوقتي أنا عايز دلوقتي حد جاله جلطة وراح المستشفى دلوقتي وعايز لازم يعمل أسطرة تشخيصية دلوقتي وقابلنا الحالات دي كتير ولازم يركب دعامة دلوقتي أنا محتاجة كده 40 ألف 40 ألف جنيه فوق ده العادي 40 لخمسي آه دلوقتي تمام لأ احنا ممكن نعمل ده بحوالي 17-18 بنفس الجودة ده أقلم النص بكتير كل الحكاية أن أنا ما بتعاملش مع المستشفى غير في حاجة واحدة خدي البيشنت بتاعي خلاص واحجزيه عندك في الإقامة أنا بجيب الدعامة الإقامة آه والعمليات والكلام ده كل وكل ده حتى بنقص أصفيه آه أيوة انت بتقعد كده على طرابيزة عندك فاتورة والله ممكن تقدر تشلي الحتة دي ممكن تقدر تشلي الحتة دي واحل الخير برضو بيعني في المستشفى برضو بيتقبله ده أكيد بس الطب بتقيل ده حتى ممكن السبعتاشر 18 ألف تقال النهاردة لو أنت أسرة متقالة النهاردة معلش يعني عنده عيلين وتلاتة في الظروف اللي احنا فيها دي يا دوبك مكفيهم أكل وشرب وكان درس خصوصي وخلاص الدنيا يعني لو دخل علي عيد بتبقى أزمة لو دخل علي رمضان بتبقى أزمة يعني خلينا نواجه الواقع نظر فإنت محتاج أن أنت وبعدين ده حياة أو موت فإنت محتاج أن أنت تقدم الخدمة دي بجودة كويسة عشان دي حياة أو موت نظر وعشان حتى الحقد الاجتماعي يعني أبقى أنا عارف أن أنا لو جر لي حاجة عشان أنا ما معيش لكن لو أنا جر لي حاجة وأنا متطمن أن فيه بأمر الله حد ورايا وحد حيحاول يعملي سابفورت ويدعمني وحد دي ودكتور كويس حينزل لي واستشفى ده الحقد الاجتماعي ما بين الطبقات حقيقة حيقل أو هو حينتهي أنا زي زيك لأن المرض العوز في حتة المرض دي تكسر الحاجة طبعاً طبعاً يعني أخصى لو دنى بالضبط طبعاً يعني أنا أنا شفت حالات اللي هو جيب منين طبعاً مليه وشفت اللي سرق اللي شد حلق واحدة وجاء عال عشان عال عشان حقنا يا رجل ده حول الله واخر الله فإحنا إحنا اللي خلانا التجهل الطبي مع أنه صعد من حتة دي لأنه تقيل النهاردة في الحلقة اللي إحنا عملناها مع دكتور عصام لما قلنا حالات العلاج البيولوجي اللي هو الكورون لما الأم وطفلها محتاجين بواحد وعشرين ألف جنيه عليك في الشهر إزاي؟ إزاي؟ مرض الكورون آه مرض الكورون طيب إزاي؟ أو قولونا أنت قروحي تقريباً أياً كان يعني إزاي؟ خلاص اللي عنده هيموفيليا وبياخد فاكتور إيت اللي حقنا النهاردة بألفين يوم هيجبها من مصدر مثلاً مش عارف إيه هتبقى بألف ده في ناس بتاخد ثلاث أربعة حقن وإن عنده حالة بتاخد عشرة حقن في الشهر بزرح إنت فاهم؟ هم؟ تاكول ده مش هقدر أقول إن إحنا الدنيا وردي ومعرفش إيه لأ اللوت كبير ونعتبر مديونين ودايماً عندي أزمات بس فكرة إن انت توفر الحاجة بجودة عالية وبنص تمنها ده إنجاز دي نقطة مهمة جدا أنا عايز حضراتك تتكلم فيها وتفصل إليها إنت إزاي بتتعاملي في الجمعية إزاي بتصريفي على المرضى؟ النقطة النقطة الثانية يعني في الشهر يعني قد إيه بيطلع بص يعني أنا خصصت شهر 12 أسنة كان فيه بعطولي الفواتير ومش عارفة إيه وكلام زي ده ومعنها تطلعت حوالي 139 ألف في الشهر والله يولد ديك أموارها ماشيين إزاي أو فيه تقارير فعلا يريت الأعدادي الأسوذ وليدي طلعها الأسوذ وليدي على الشاشة فيها الفواتير وفيها كل الكلام للدكتور بالضبط كده فان آه يلا بينا ماشي أهي مع حضرتك على الهوى دكتور دي طرف صناعي بـ 15 ألف طرف صناعي آه طرف صناعي ألماني ألماني فوق الرجبة ده ألماني خلاص يعني أنت بتتكلم في حاجة معفوض بـ 27 مثلا 28 بفضل الله بفضل الله نزلنا بيه حوالي 15 15 ألف اللي بعد وصلت لا دي مش معنا ده ده هيتقال إيه في الحلقة النهارة دي دعامة أعتقد بـ 6 ألف دعامة؟ آه بـ 6 ألف جنيه دعامة على فكرة نفس هي دي لما بقول لك أنا النهاردة في جلطة فبروح المستشفى أسطرة تشخيصية فأنا عايزة دعامة النهاردة القصة دي بتدخل لها فرباين فاحنا بنعمل ايه بنقللها للنص ازاي؟ لا أنا بجيب الدعامة أنا بشتريش من المستشفى أنا بجيب بدل ما المستشفى تشتري من الشركة وتبقى لي لا أنا اللي بجيب من الشركة دايركت فالنهاردة الدعامة دي بالكواليتي عالية جدا ده فين إحنا 6 ألف ناخد اللي بعدها دعامة قلب برضه دي تقريبا دعامة قلب وتقريبا بفتورة المستشفى ده الرقم المكتوب كيام عشان أنا مش ده خمسة ولا إيه؟ عشرة 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 ألف عشرة تمام؟ ده تقريبا بقى بالتوتل بالمستشفى دفعة مقدمة تمام؟ دعامة قلب بقى تقريبا دي المركز الطبي أنا مش شايفة قوي؟ المركز دي باسموحة فعلا هي المركز الطبي هنا أنا أحاول إيه؟ اللي بعد دعامة دي دعامة قلب تانية وتقريبا أكيد 6 ألف برضه هي 6 ألف أنا فعلا في اللي بعده؟ دي عملية مخ وعصاب مخ وعصاب آه دي فتق ب13 ألف دي هتلاقي ديسكريبشن كده وممكن يكون مركب حاجة أو دعامات أو حاجة زي كده الرقم ده لعملات المخ وعصاب ده رقم مش طبيعي 13 ألف واللي بيعملها أستاذ جامعة ومعمولة في مستشفى خاص من غير ما تسمي تمام عشان برضه تمام ولكن انت بتتكلم في حاجة بقى زي كده لو ده الطبيعي 30 أربعين ألف جراحة عملت فقد يعني بسأل 13 ألف إزاي هتلاقي عملية 2 كمان نفس الكلام بالزبط في واحدة كمان يا دكتورة 16 ألف دي 16 ألف دي كان صاحبها يعني أو صاحبتها مش عارفين حركوا أصلا ودخلت عمليات دعمت ألف تتكلم في 50-60 لو انت بتتكلم اللي هو الطبيعي ففكرة الجودة في الخدمة وبسعر المقبول يعني احنا من الخدمات اللي احنا بنعملها لو أسرة متوسطة بحكم العلاقات بتاعتك العلاقات هي ماشي علاقات لو أسرة متوسطة احنا بندخل بالعلاقات أنا مش هيجيب منين ويقدر يوفرهم دي حالة دين حالة دين اه اشراع حالة الدين حالة الديون احنا دايما الجماعة عندي عاملة زي البيت فعلا خلاص اه والله فعلا فعلا يعني يعني بيت احنا ما عندناش البيروقراطية انا مش هي مش دخلة مكتب وتقدم لي كام ورقة وعلى أساسها تاخد لا ما فيش احنا الموضوع اه في بحث وبنروح البيت وبنتأكد ومش هارف ايه الكلام ده كله بس وانسا ان الحالة مستحقة احنا بقنا عيلة واحدة فيوم ما هدي حالة مثلا ابنها عنده هيموفيليا وبياخد فاكتور فهي كانت مديونة طب انتي عليك عشان تجيب الحقن ايه خلاص فانتي عليك كام عليك كذا بزرق فابتدين احنا بنجمع بالحالة على فكرة ودي من أحد الهتاجات صعب قوي تجميع الحالة لان انا لو بجمع الحالة اصدع مثلا خمسة ستة محتاجين برضو تمام بس انا امكاناتي المادية فاهم او علاقاتي ببقى مشيينها بالزق تمام احنا هنكمل فواتير بس نقول حتة الديون دي هيا ما اوظم الناس اللي عندها عيلة بتتجوز ولا عندها حد عيان ولا بيضطروا يضاين اه طبعا اللي بقى بيروحوا بيستلفوا وينضوا معرفش ايه تمام اللي يروح يستلف ويعمل ويكتب واللي يروح يستلف انا شفت حالات بتستلف عشر تلاف ويكتب لها عشرين ونعمل مفاوضات ونعمل مش عارف ايه وكلام زي دو تمام فأنا خلاص خدت الحالة باكتش عندها دين بنجمعه لها تمام ليها علاج بنحاول نجيبه لها نجمع ونجيبه لها عندها عيلة عايزة تتجوز نجمع لها فعلا بحيس ان انت بتخفف تجهيز العرايز ده برضو يعني لود وضغط جديد جدا فرحة انا سعاد بعتبره بالنسباني انا فرحة من كتر بالزبط الله يرضى عنك الله نوستعي يعني حاجات جميلة جدا والله ما شاء الله الله نوستعيز تخرج فاصل لا فيه اللي انا عايز شفته برضو في الجامعية من خلال اللي انا برضو يعني اوقات كتيرة بروح الجامعية عندك فكري مختلف يعني غير الجامعيات اللي انا شفتها وعرفتها عشان بتاعتقلهم بالزبط يعني 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 ايه فكري مختلف احنا في البحث العلمي بنحدد نقطة هو فيه تقرير حنتكلم فيه الاول طلعوا التقرير كده بالوقتي لا عايز اتكلم في الفكر المختلف ان انت يعني بتاعت علوم هو ده التقرير هو ده التقرير التقرير ايه بيتكلم عن ان انت يعني سهمت في حل مشكلة مية خلينا خلينا قبل ما ندخل لو التقرير جاهز نطلع به نطلع به تمام سوزولي التقرير ناشي التقرير ونرجع لحضراتكم مرة اخرى ان شاء الله بعد الفاصل كمان حجفات حضرتك امام مسجد الفتح في عبد القادر مظبوط كده؟ طيب المية دي فرقت مع حضرق في ايه؟ طبعا حضرك بعد الاستردال المحطة اصبرت يعني ان وعد الناس زبتي كبتشتك ان هي جنبها بتتعبها وبعد استردالها انا بعد استردال مية الخلافة دي قالت الله الحمد لله الحمد لله مش تكلم عيوب المية اللي كانت قابل كده كنت حاسين فيها بايه؟ ان حاسينها انا شور معلاش كان لها ريحة؟ طبعا ريحة ريئة ولا كانت معكرة؟ دلوقتي المية ريئة المحطة دي مجهود اهلي مش مجهود حكومة ربنا يتقبلها لا انا مجرد وسيط الله المستعين نبي السلام قال من صمع عليكم معروف فكافئهم فإنما تجد ما تتكافئهم فهذا هو لا حتى تتضلوا ايوة دي هاني حاب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية انقاذ حياة طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقرر الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض 10 تلاف عملية قلب 8 تلاف عملية مخ واعصاب 2500 حوادث طرق وعناها مركزة 2000 حالة اورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10 تلاف طفل من أسر المرضى سداد ديون اكتر من 1000 غارمة ممن عليهم احكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هل يوم راته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخردة انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بنك مصر فرع إزيس مشاهدي الكرام ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل دكتور أيمان فكرة إنشاء المحطة تحليل المياه جات لحضراتك إزاي وحضراتك دكتورة علوم طيب ما إحنا قلنا إنت قلت لي السؤال قبل الفاصل وقبل التقرير إن الموضوع عندنا مختلف شوية بزبط مظبوط كده أنا بتاعت علوم إحنا مبني جي نعمل بحث أو نعمل رسالة شوف نقطة فيها مشكلة وابطني أمشي حواليها كده وحط حلول للمشكلة دي إحنا عندنا قبل ما اتطرق للموضوع بتاع المياه موضوع مهم جدا إحنا بدنا عن جماعات أعليها كتير جدا فعلا طيب العدد الكبير ده بيقدم إيه؟ بيقدم إيه؟ يعني أنا لا أعيد في حد والمسمى جمعية وخلاص أنا لا أعيد في حد يعني أنا عايز أفهم والمسمى جمعية وخلاص إنت بتقدم لي إيه على أرض الواقع؟ وده بفعلا الفكر المختلف اللي أنا شفته ما احترامي للمساعدات اللي هي بتاعت الرغزائية ما احترامي للكفالات إحنا بندي كفالات بس الناس بغير قادرة على العمل مرضا مرضا مش أي حد ياخد فلوس في إيديه بالضبط تمام؟ أنا عندي عدد كبير وعندنا مشاكل عندنا بطالة فلوس الجماعيات ممكن يتم استثمرها استثمرها في المشاريع الصغيرة زي إحنا بنعمل ده بس مش جزء كبير عندنا الأساسي عندنا الطبي بالضبط عندنا تعليم محتاجين نطوره التعليم بقى حتى ده من غير فلوس يعني أنا مش محتاجة أن أنا يبقى عندي فلوس لو عملت فصل كده وجبت كم حد من المتطوعين اللي زي واللي زي كأستاذ مروان لأن زكاة العلم نشره ونبتدي نشتغل مع الناس حتى برا الطريقة الدراسية بفهم بنور بعلم إحنا مشاكلنا كلها إن إحنا في مجتمع مع احترامي ولكن مجتمع مفيش تعليم مفيش عالم لكن الأساس طلع لجيل متعلم هتلاقي نسبة المرض قلت الوعي والإدراك هيزيده فعلا هم هيجيبوا جيل فاهم ويما عندنا النهاردة أنا لو متعلمة هعلم عيالي بالضبط وهخليهم حتى فعالين في المجتمع مع الوقت لأن النهاردة اللي أنا بعلمه حيطل علاقة نفسه والجزء ده حضرتك بالفعل التعملي في الجامعية عندنا جزء للتعليم يعني فكر مختلف برضه مش عايزة تشعب عن السؤال الرئيسي اللي هي فكرة إيه الهدف هنا مختلف أو الميكانيزم والطريقة مختلفة مختلفة ليه لأن إحنا عندنا جامعيات كتير وأنشطة كتير تم تنقي نشاط وده اللي إحنا عملناه بالضبط أو نقي مشكلة معينة في المجتمع وده اللي إحنا عملناه إحنا خدنا الطبي وبقالنا مثلا 15 سنة من النهاردة أنا أعمل عملية قلبي مفتوح وتركيب سمام تعمل لها 150 ألف برا أنا بعملها بتلاتين ألف تمام دي غير الدعامة تركيب سمامات تمام تلاتين أربعين ألف بالكتير لو الحالة طولت في العينية بالضبط ده إزاي عشان أمركزها في حتة فدايما لما بتركز في حتة وتبدأ تقعد تذاكرها وتجمع المعلومات حواليها العرايس ولا الغاربين ده في إطار المرضي محي أسرة في الأول وفي الآخر عندها حد مريض حد مريض أطموسطة تمام خلاص طيب أنا النهاردة تعلمت من كم سنة غرقة عبدالقادر في مية الشتاء إيما أسكندرية غرقة من ثلاثة أربع سنين تقريبا تمام المنطقة دي منخفضة بيلتش معها مية صرف الصحي أنا أياميها لما روحت كانت المية نص متر والحيال بقى في المية ورجلهم في المية اللي هي أصلا في حصرف صحي بالضبط ومية الحنفية تنزل منها كمان مية تمام فالمهم في البداية بتدينا نجيب مية معدنية مم تكفيتش تكفي إيه منطقة كاملة يعني عبدالقادر مية معدنية في المطقة تعمل إيه بعد كده قلنا إيه طبعا الوضع هناك وعلى فكرة نفس القصة حصلت برضو غرقه تمام وعلى فكرة هنعمل لها حلقة نسو الله ناس غرقت وبيوتهم بوزت والأجهزة اللي عندها تلاجت حرقت ما علينا المهم اشترينا وقتها محطة مية جهزة كلفتنا حاجة وخمسين ألف في التوقيت ده جهزة إزاي؟ جهزة يعني اشتريناها من شركة وبعدين قلت إيه آه في البداية عايزين نسعى في الدنيا وبعدين قلت مبروم على مبروم يعني واثنين وخمسين ألف ليه؟ بالزبط تمام أنا صنعها أنا إحنا هي والله مش فكرة صنعها إنت حط هتلي من عند حد ورش شغل ورش حدادة ومواسير ومواسير وقطع وعمل وخلي وخزانات وموتورز ومش عارفة إيه وحط كده وركب في القصة بتاعت عبدالقادر دي وركبنا وعملنا آآ محطة مية بتلت مراحل وكتاة كافية جدا خلو بيلك أنا قصة الأر أو يعني إحنا أيام ما جبنا المحطة الأولانية دي تليها جاهزة كان فيها الربيرسي أسموزيس أو الأر أو الكلام ده كله إحنا مش محتاجينه في مصر تمام نسبة الأملحمة مش مضرة أنا بالعكس محتاجيها دي ممكن نعمل لها حلقة لوحدة الفلاتر يومين يومين دول شركات الفلاتر حضرتك بتقول الأر أو يعني مش عايزيها أنا مش عايزة الأر أو طب يعني الفلاتر مفيدة ولا مضرة يعني أنا سكنة في الدول 12 أنا فاسطة الأر أو ومشغلة 3 مراحل ومرحلة بتاعت اليو في ليه اليو في لأن أنا باخد مية خزان تمام فدي اللي بتقتلي الأشعب المكروبات الفوق بنافسجية هي اللي بتقتلي المايكروبس والكلام ده كل لأن مية الخزان بتبقى متخزان تمام يعني أنا فاسطة الأر أو أنا محتاجينها في جسمينا ومحتاجينها في عظمينا تمام أشيل المينرالزالي وأشيل الأملاح من المية اللي ما أنا محتاجها أشيلها لما تبقى نسبتها عالية وده في مية القبر اللي تحت يعني مش عالينا مش بتاعتنا مش في مصر قصة الأر أو دي يعني تجارية برضو بحدة زيها زي الأسعار الخالية اللي احنا بنلاقيها في العمليات بنلاقيها بالضبط بالضبط فنرجع طيب ما احنا بتوع كيميا طيب ما نعمل المحطة دي وعملناها ما جابتش 27 ألف بعد ما الدولار إلي بعد ما الدولار إلي ده التانية اللي كنا عملنا ب52 دي كان قبل ما الدولار يعني كمان اه فدي ما انت عارف لو انت بقى هتشتري جديد هتلعدلها الـ 80-90 ألف انت عارف يا دكتورة كمان محطات تحريط المية ممكن تستخدميها في وحدات الغسيل الكولة وكلام ده كله اه طبعا ما بيبقى فيه وحدة معالجة مية وفي محطات الغسيل وفي الساحل ممكن توفر حجب كتير جدا على الدولة خلي بالك التحليه قيمة على مية البحر على مية البحر تمام يعني التحليه أنا بشتغل على مية البحر وطبع مية البحر ده ما بيخلص سي مكلفها وتستعلك طاقة عليها أما الجزء اللي احنا عاملينه ده أنا بعالج المية بتاعت الحنفية اللي هي نازلة مش نضيفه بالزبط تمام كده ببتدي عالجها وكنا عاملين الخزانات بساعة تقريبا عشر تلاف لتر عشر تلاف لتر وكانت يجي الناس تاخد مية شرب وما هناك مساجد بالزبط حوالين كل منطقة الساعة جهنية مساجد فكل مكان يجي ياخد مية شربه واللي تكفيه يعني لو تكلمنا قولنا مثلا بتخدم خمس تلاف فرض في اليوم عارف كمية الأمراض اللي حاجة زي كده ممكن تبنعها انت بتكلم في بلد مليانة فشل كلوي ومليانة فيروسات كبد ومليانة ومليانة احنا كده يعني زي ما بيقولوه بنعالج من تحت بالزبط خلاص بدل ما يجيلي هو عنده فشل كلوي محتاج اللي يصرف عليه ولا عنده فيروسات في الكبد ومحتاج اللي يصرف عليه لا أنا بمنعه أصلا بشتغل على الروت كوس بالزبط احوال ده العلم احنا ربنا ادنا العلم عشان ننزل من الأبحاث ونطبق على أرض الواقع ونحل مشكلات المجتمع عشان كده هتلاقي الدنيا عندنا وده اللي يعله الإمام أحمد بن حنبل لا تأخذ مني ولا من مالك ولا من الشافعية ولكن خذ من حيث أخذه الكلمة دي مهمة جدا يعني البحث والتبقيق في العلم اه طبعا لازم انا لو هفضل اشتغل لنفسي اجماعة احنا الفئة اللي تعلمت وتعلمت صحة وقادرة ان هي تدي فئة صغيرة انت ممكن توسع الدايرة دي من كل واحد يخدم الدايرة اللي حوالي مشاكلنا هتخلص واحدة واحدة وهيبقى عندنا حتى بركة وهيبقى ليه إيمة اللي احنا بنعمله أو بنشتغله أو بنطلعه أبحاث ونشر ومعرض ليه إيمة انا حلت دي مشكلة بالزبط وكل بيلك اللي انا عملته ده مش محتاج يعني ده هي شوية قراية كده والدنيا مشت يعني حتماية الوصول حتماية الوصول طيب حضرتك بيه حاجة تانية برضو أنا بزيما قلت لحضرتك ان ده يعني فكرة مختلف اهتمتي بحضانات الأطفال ودي يعني غير مسبوقة ده موضوع كبير رحم الله المقدم المهندس حسين سمير عبدالعظيم حسين سمير عبدالعظيم ده أخا عزيز ربنا يرحمه ربنا يرحمه وجعله في مزان حسنات ابتدينا ويبارك في عياله ويحفظهم له ويقوي زوجته ويقوي ضهرها يا رب ابتدينا من كم سنة كده تقابلت أنا وحسين ولقيته بيشتغل بيصنع حضان كنا وقتا بنجيب حضاناته الحضانات كدر غالية وعمل مركز أسد من الفرات في إيتي البرود وكان بيصنع حاجة اسمعه سيباب أكسوجين يعني جهاز كده بيمد الرئة للطفل بالأكسوجين تمام الحاجات دي اللي ما بتيجي من بره بتبقى مكلفة وغالية خلاص ودخلنا دخلنا السيباب ودخلنا الحضانات دي مستشفى ده منهور العام ومستشفى الشطبي وصلحنا وصينا وقتها حضانات في الشطبي كانت ممكن هتتكهل هتتكهل آه هتتكهل قعدوا تشغيلها مرة أخرى آه آه دي بقى لها كذا شقة لها الشقة الإنساني اللي احنا بنحاول عندك أزمة حضانات في مصر زي ما أنت عندك أزمة مشكلة مجتمعية يعني بص الحضانات والعناية المركزة دي بقى الوسود بص السبب وخراب بيوت تمام فأنت تعرفة الليلة خارج المستشفى العامة يعني لو قلنا مثلا خارج المستشفى العامة عندنا في محمص بألف جنيه في الليلة العناية حضانة أطفال حضانة أطفال ده رقم مش مبلغ فيه أنا عندي حالات عناية يعني أنا بتكلم عن فيه أسرة غير قادرة أنا عندي حالات عناية في اسكندرية تصل لأربعة وخمسة في الليلة عندي حالات عناية تفدق بالله لا إله أنا كان عندي حالة 15 ألف في المستشفى في اليوم في اليوم عناية عناية ده في اسكندرية آه تمام كانت حدثة حتى عناية كبيرة ولا صغيرة عناية كبيرة حد كبير وحصلت له حادثة 15 ألف جنيه في اليوم على فكرة رقم مبالغ فيه جدا جدا يعني ليه أتجاوز دي إيه اللي تهدف يعني يا جماعة يعني مش كده ده كفاية اللي نايم عصيره حادثة يعني مش كده مش كده يعني مش كده مش لازم الناس تروح تبيق اللي وراها واللي قدامها مش لازم الناس تتفضح أفضل أمدي إيدي هنا ومدي إيدي هنا ومدي إيدي هنا تجارة صناعة الحدانات دي من الحاجات اللي أنا فخورة بيها جدا يعني حالة يعني توجي بالفخر بطراحها كانت بتتكلف 7-8 تلاف جنيه الحدانة الوحدة وقتها كانت بتتبع الحدانة بعشرين وبتلاتين وفكرة إنها صنعة وطنية بالذات إحنا عملنا ملف للقصة دي ولفنا بيه كتير بحيث من حد يتبنى الموضوع دا يعني ما علينا بس تعرفين إيه صنعة وطنية إنت هتصنع هتشغل أيدي عاملة بزرط هتحل مشكلة عندك على الأرض لأن إحنا عندنا تقريبا آخر إحصائية من 3 سنين عشان أنا أكون أو من 4 سنين كان تقريبا إحنا عندنا 3000 ونص حدانة وإحنا محتاجين على الأرض الوقع حوالي 10 بقى 3000 ونص حدانة في الجمهورية في المستشفيات العامة في الجمهورية كلها أو في المستشفيات العامة بزرط من هم نصوم بايز أنت عندك مشكلة سيوانة أصلي فعلا تمام الصناعة وطنية أيدي عاملة حل مشكلة حياءة وموت على أرض الواقع ممكن تفتح سوق برا وتصدر للدول العربية والأفريقية بالضبط أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في اقتصاد بتتكلم في اقتصاد يعني إيه؟ يعني دولة دولة تانية دولة دولة أيمة والله أنا بناشد يعني علشان كده أنه هو يبص الحاجات دي يعني حملة 100 مليون صحة اللي هو المبادرة اللي أم بيها إنا كنا مسمييني المبادرة دي سفينة نوح بالضبط يعني إحنا ممكن يعني هذه مبادرة تانية يعني حاول حضرتك تتبنى هذا الموضوع فعلاً حينضر دخل حيفتح لنا سوق برا حيشغل البطالة حامل حاجات كتير جداً يريتنا يعني يبقى أنت تخطيت فكرة إيه؟ إحنا كنا كمان في التوقيت ده بناخد أولاد الحالات الدبلومات الصناع ناخدهم بندربهم بالضبط يبقى ده كده أنا بفتح إيه؟ لقمة عيش لقمة عيش علشان كده لقمة عيش برضه عشان ورزق حلال دي حلقة عملناها الحلقة دي المشروعات الصغيرة أو المتنهيات الصغيرة اللي حضرتك برضه في الجامعية بتقوموا بيها برضه العلم بالعلم اللي هو إيه؟ شوية الكيميان اللي الواحد تعلمه ولبنا منعلينا بيهم ابتدينا نعلم الناس إزاي تصنع بصوا المنظفات والصناعة بتاعتها منتشرة تمام؟ بس الصناعات اللي تحت السلم بيبقى حط بيديك خلطة كده أنا أعرف كده بيبقى عند العتار خلطة كده وأقلب كله على بعده فبتبقى الجودة بتاعتها وبتاكل الجلد ومش عارفة إيه وكلام زي لكن لما بتبقى اللي بيلقي بيلقي بقصص علمية صح الناس بتعلم صح ببتدي منتج كويس فتلاقي بعد كده المرأة المعيلة اللي بتيجي تتعلم الكلام ده ده بيخليها لو هي فتحة حاجة احنا برضه بنساعد في أن الحالات يتفتح لها محلات ونقجر لهم ونفرش لهم بداع ومش عارفة إيه بنحاول نساعد في دوت فجودة منتجك عالية فالرجلة هتبقى عليكي وهتلاقي الناس بتصق فيكي وهتعملي سمعة وفكرة الجودة وده برضه جاي من إيه؟ من العلم بالضبط إحنا الفلسفة فعلا عندنا مختلفة شوية مركزين في حاجة وفضل الله قدرنا نوصل يعني أنا النهارده لما أنا منساش ده برضه كان عندي بنوتة اسمها مريم البنوتة دي كانت لسه مولودة وعندها محتاجة تركب سمام بشري سمام بشري هنجيب صور الحالات دي بقد كده وانشاء الله مفوت سافر بره بـ 25 ألف يورو كلام ده من 4-5 سنوات يمكن أكتر 25 ألف يورو؟ انت عارفينها اشتغلناها ازاي؟ ايه دي اشتغلناها في التأمين على فكرة في التأمين على فكرة ومن غيره ولا مليه وقتها سبحان الله هي رزقها يعني رزقها وقتها اشتغلناها في جامعة المنصورة في قلب أطفال المنصورة خلاص دكتورة هالة المرصفية وانا منساش الحالة دي أبدا عملنا ايه؟ هي مفوت تطلع بره تسافر بره مصر تمنشوف مين الخبير اللي جاي من بره مصر قريب فعلا وقد كان الخبير اللي جاي من بره مصر اه كان دكتور اسمه زهير الحليس هو أصله عربي على فكرة وجاب في التوقيت ده كمس مام عفري في ريغفلوس يا الله اه والله اتكلفنا ايه بقى حق المواسطات والانتقالات والأشعات ومش عارف ايه وكلام زي ده وده خلنا البت جامعة المنصورة وروحنا وحضرنا العملية بافه جميل جدا والله ماشاء الله فهن يعني دي حلقة ايه؟ بره كده الدنيا ايه؟ سودة لا هتروح بره ازاي الناس اللي هو الناس ما يقدروش عسرة بسيطة وده فعلا لكن الحلول بالسعي وراح الأب خلص اجراءات التأمين ومعرفش ايه ونقال لا كواب التبادل الخدمات والقصص اللي هم بيعملوها كده قانونا او روتينيا والبنت عملت العملية في حاجة كمان عايزة تكلم فيها اي حاجة مهمة جدا برضه ما بشوفهاش كتير في جامعيات كتير احنا مش جامعي احنا بيت فعلا انا لما بروح الجامعية انا احاس ان اقعد في بيتي انا ما كأني اقعد في بيتي والله يعني او هناك الاصدقاء كلهم الدكتور هشام مهندسة اسماء بصدر حسام ونزمت حسام التاني مش مهندس متحد كلهم بسم الله ما شاء الله اخواتنا واصدقائنا وحبايدنا يعني الكوادر الشابة الجامعية كلها ايمة على الكوادر الشابة مفيش انا ما شفتش اكبر واحد سنا في الجامعية هو حضرتك مش كبير على فكرة لا انا بتكلم يعني عنها يعني اكبر حد سنا في الجامعية هو حضرتك اللا مركزية ايوة فكرة ان مش يعني احنا عندنا مشكلة في مصف على فكرة ده يعني ده يعني عامل نجاح ان انت اعتمد على الشباب في كل حاجة عامل نجاح مهم جدا وتفريغ لطاقاتهم بالضبط وبيبدعوا انا ما شفتش حد في الجامعية وحش بيبدعوا فعلا لانهم بتحطوا في مسئولية لان انا كنت في يوم من الايام قدوهم اكيد تمام وتحطيت في مسئولية على فكرة التطوع مسئولية فعلا خلاص مش فكرة انا رايح اقضي وقت وخصوصا لما يبقى الموضوع الكريتك يعني الحتة الطبية دي والصحية ايه اللي عايز دمه واللي بيموت واللي عايز علاج واللي مش عارف قصص واللي عايز عناية واللي عايز حضانة والدنيا صعبة وعلى فكرة يعني كون ان حضرتك تلاقي شاب اليوم من ده يستحمل الضغط واستحمل الحاجات اللي موجود الشباب مستحملينها في الجامعية شيء صعب بصراح بص يعني الله يبارك لهم بس حط ربنا يبارك فيهم يا ربه يبارك في سعيهم حطوا ومنهم صغيرين انا بجيبوا لاد صحابي ويتحطوا في المسئولية بالضبط لا بص افتح الباب هتلاقي اللي عايز اه بس انا يعني بقولك اللي انا شفته ونفس الشباب يبطلوا يعني انا عايز الشباب ينحو منحة الشباب بتوع الجامعية الشباب مصروا كلها نسيب مع احترامي للفيسبوك بالضبط صدق بالله الريس عارفة معناه قريب والله انا معرفش معناه اصلا ولا عمري دخلت عليه بس المشكلة يعني هقول لحضرتك حاجة الشاب او الشاب اليومين دون كل يعني على الفيسبوك على رأي الشيخ طه حسين يعقوب اه النهاردة انا كانت ايه يرفع الفيز النهاردة انا روح للمكان فلن يرفع الفيز معلش فضل شوية وقولك انا داخل الطاية ويرفع الفيز والعيال اللي بتصهر طول اللي بالزبط يعني طول اللي اجميع على الوقت يعني انت عارف انا انا نفسي في 24 ساعة وفوق اللي انا ساعت ببصرهم كده جاريت عندي وقتك فعلا وقت اتعلمه في لغة النهاردة النهاردة الشباب عندي لو دخل مستشفى لعلاقات بالزبط يعني حتى ممكن يفيد نفسه لو وقع في مشكلة انا كنت حابة نكمل الفواتير برضو والحاجات دي ولا اول بصراحة يعني الوقت معنا بيجري بس انا عايز حضراتي تكلمي تكملي حتة اللا مركزية والتواجر الشاب اللا مركزية احنا عندنا مشكلة برضو في مصر ان العمل المؤسسي يقائم على الفرد طب الفرد ده مات عيه بالزبط ايه الدنيا تقف من النجاح ان الدنيا تفضل ماشي نجاحي انا ان انا حتى لو انا مش موجودة الدنيا ماشي فعلا وبعدين ده افضل ميراز بقى والله العظيم انا شفت الكلام ده بعيني كله يعني الدكتورة مش موجودة في الجماعية بقالها اكتر من ثلاثة اسابيع او اربع سابيع بالمناسبة لقول حضراتك الحمد لله على السلام الله سلامك الحمد لله الحمد لله يعني الشباب بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويبارك في سعيهم حاجة تفرح وحاجة تشرف وشايلين 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 للجماعية من الحال وشايلين طلبات الحالات فعلا احنا عشان الامكانات عندها مادية قليلة فالطلبات لما بتيجي والانسان معهوش يعني احنا بيبقى امكاناتنا ضعيفة هم ده بيبقى متعب للمطلقي اللي قاعدين طب هنعمل يتصلي طب هنعمل ربنا يسهل هنحاول نجمع هنحاول نعمل تمام دكتور ايمان بصراحة الحلقة كانت ممتعة للغاية وحلقة رائعة وغنية وثريعة بالمعلومات مهمة جدا كانت يعني لازم نقولها في توقيت ما والحمد لله انا عندي طلب بس فبال اللي عنده اي احنا ارقام التواصل بتاعتنا موجودة على الشاشة اللي عنده اي مشكلة طبية ومش عارف يتصرف فيها حتى لو معاه بس مش عارف يروح لي مين يتواصل معنا احنا قد ما نقدر بنحاول ندي المعلومات اللي تخلي الانسان يمشي صح طبية ولو معهوش رزقنا على الله نحاول نجمع يعني الدنيا دكتور ايمان سلام اشكر حضرتك شكرا مشاهدة الكرام ليه طلب واحد بسيط دكتور ايمان ما تنسوش معادة بكرة ان شاء الله حملة التبرع بالدم من الاكياس الدم والشفاة بتفضل معنا للحالات الفقراء والمساكين والمحتاجين ايضا وحالات الحريقة مشاهدين الكرام في نهاية الحالة لا يسعوني الا ان اشكر حضرتكم انا حسن المتابعة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هاني حاب يعمل خير هو امراته فقرروا يتبرعوا لجمعية انقاذ حياة طفل لانهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقار الجمعية اتفاجئ ان الجمعية على مدار عشر سنين قامت بعلاج اكتر من 30 الف طفل مريض 10.000 عملية قلب 8.000 عملية مخ وأعصاب 2018 حوادث طرق وعناها مركزة 2000 حالة اورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10.000 طفل من أسر المرضى سداد ديون اكتر من 1000 غارمة ممن عليهم احكام 100 مشروع متناهي الصغر كل دا تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخير دا انت كمان ما تحرمش نفسك من الاجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجحون شارك معانا ولو بالأليل هاني حب يعمل خير هو ومراته